فيلم تاني بيقدم دراسة متعمقة لشخصية معقدة في حالة معاناة قصية هو بس عشان اسمه ما فيهوش ورقة كوتشينا محدش هيحس بيه شوفوا اللي كان هيحصل لو الفيلم ده كان اسمه خمسة رفل مثلا احداث فيلم جودي بتحكي تفاصيل الفصل الاخير من حياة المغنية والممثلة الشهيرة جودي جارلاند جودي جارلاند دي اللي عملت دور دورثي في The Wizard of Oz لو ما حدش عارفها دلوقتي بتعاني من تراكم الديون ومش قادرة حتى توفر بيت عشان تعيش فيه مع اولادها فبتسيب الاولاد مع ابوهم وبتسافر للندن عشان تحيي عدد من الحفلات بما انها لسه مطلوبة هناك بس اداءها والتزامها بيعانوا كتير امام احساسها بالاكتئاب وبالارق وتعاطيها المفرط للادوية والكحل وده طبعا بيشكل مشكلة كبيرة امام هدفها الاوحد وهو انها تلم المبلغ الكافي عشان ترجع لبلدها وتعيش مع ولادها فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم جودي اتعرف في دوائر المهتمين بموسم الجوائز بانه الفيلم اللي حيجيب لرينيز الوجر الاسكر التاني وهو فيلم بيتناول فصل مظلم في حياة مأسوية لنجمة معروفة ودي عادة افلام بيبقى متوقع انها تكون مملة ومليئة بالميلودراما ولحظات المبلغة في الاداء فيلمنا ممكن يكون فيه بعض الميلودراما ولكنه بكل تأكيد مش ممل واداء رينيز الوجر فيه ابعد ما يكون عن المبلغة على مستوى البناء فيلمنا ما بيتكونش من خطوط زمنية كتير وده بيساعد المشاهد على التركيز والمتابعة عندنا خط الحاضر بتاعنا وعندنا بعض القفزات لخط واحد بس من الماضي وهو خط بداية جودي جارلاند في سنوات المراهقة مع شركة ام جيام واللي كانت بتحتكر موهبتها لعدد كبير من السنين والافلام والسنوات دي شهدت قدر كبير من الانتهاكات انتهاكات مش مباشرة اوي ولكنها مليانة تخويف ومليانة تهديد ومليانة تحكمات ومليانة حرمان من اللي بنت في سن المراهقة المفروض انها تختبره والفيلم كان رائع جدا في انه قدر يقنع المشاهد بمدى هول الانتهاكات دي بدون عامل التلزيق السياسي خصوصا وانه في ظاهره مش مركز على الموضوع ده اوي ده فيلم عنده حبكة امرأة في مهمة من الزاوية دي سهل جدا على المشاهد انه ينسى ان احنا بنحكي قصة نجمة كبيرة وده شيء رائع طبعا لما تفاصيل القصة اللي احنا بنتبعها تتفوق على العنوان يمكن العامل الوحيد اللي بيفضل يفكرنا بحتة قصة الحياة دي هو شق التأليد في اداء رينيز الوجر واللي ممكن يحسسنا احنا كمشاهدين عرب ببعض الغرابة لاننا اصلا مش متصلين اوي مع الشخصية الحقيقية وعموما الشق ده ما كانش وحش ولا حاجة هو بس مش اهم عنصر في اداء رينيز الوجر العنصر الاهم هو كيفية استدعاءها لانتهاكات الماضي عشان تبرر لنا اخفقات الحاضر وما قصدش الاستدعاء بتاع الفلاش باك انا بتكلم عن الاستدعاء التعبيري بتاع الممثل نفسه بالاضافة طبعا لقدرتها على عكس الحمل العاطفي اللي هي بتعاني منه بسبب ابتعدها عن ولادها الحقيقة صعبة اوي نتكلم عن الفيلم ده بدون ما كل شوية نرجع تاني لبطلته لانها موضوعه الاوحد بس عموما خلونا نجرب بشكل عامل فيلم روحه خفيفة ومش تقيل على القلب تحس فيه بقدر من الرقية في استعراض المعاناة وقدر من العدل في دراسة الشخصية معتمد على اداء بطلته بالكامل عشان تعكس التعائدات والتناقضات زي ما قلت فيه قدر من الميلودراما بس ما هياش مفاتيح التحولات الرئيسية وواخد بعض الحرية في تجويد القصة الحقيقية عشان يكثف الاحداث حد هنا بقى يسألني ويقول لي طب ليه لما بوهيميون رابس دي عمل ده ما دخلش دماغك الحقيقة انا ما قلتش ان ده عجبني في جودي اصلا ولكنه في نفس الوقت ما كانش بشع وعموما فيه اختلافات كتير اهمها على الاطلاق هو تفاوت تعدد خطوط الزمن في بوهيميون رابس دي احنا تنططنا في الزمن كتير جدا بينما في جودي زي ما قلت هم خطين بس والخط الاهم منهم احداثه كلها على بعضها بالدور في ظرف كم اسبوع وده زي ما قلت بيساعد المشاهد على انه يتابع قصة وما يشغلش باله قوي بدراسة الشخصية او متابعة التقارير التوثيقية لحياة الشخصية وعلى الرغم من اني فعلا شايف ان الفيلم ده افضل بكتير من بوهيميون رابس دي لكنه مش بريء تماما من العيوب هو بس عيوبه بعيدة شوية عن طريق التقديم وتكسيد الشخصية الرئيسية وهنا حلاقي نفسي مضطر ارجع كمان مرة لاداء رينيز الوجر اللي على الرغم من لحظات التقليد ولكنها ادرت بشكل واضح جدا انها تفصل الدراسة اللي بتقدمها للشخصية عن التقارير بتاعت الشخصية الحقيقية اللي في الفيلم هي اللي مغنيها بصوتها والفكرة مش في انها بتغني حلوة وبس الفكرة في انها بتستخدم الغنى ده كاحد اهم ادوات التعبير على ذكر العيوب بقى خدوا عندكم افتتاح وانهاء سريع جدا لفصول المفروض انها محورية في حياتها حاجات كده مسافة ما ابتدت مسافة ما خلصت والهدف الوحيد فيها هو خلق تضاهور سريع لأحوال الشخصية وخلاص عندنا كمان بعض السيناريوهات المقحمة لدفع بعض الاجندات السياسية الحقوقية وانا ما عنديش مشكلة في الشق بتاع الاجندة السياسية الحقوقية انا عندي مشكلة في انها تكون مقحمة والحقيقة دي حاجة يلام عليها السيناريو لان فيه ادوات كتيرة جدا ممكن تسهل بيها الاقحم ده بس هما زي ما تقولوا كده عارفين ان عندهم الناس حتخاف تنتقد النقطة دي فخدوا راحتهم عندنا كمان تزامن ملائم جدا للحظات الكوارث حاجات كده متصممة بس عشان توصل الشخصية بسرعة للحظات الانفجار بس الحقيقة اداء رينيز الويجر بيقلب لحظات الانفجار دي لمكافآت مرضية جدا للمشاهد وعموما يظل فيلم جودي من افضل افلام القصص الغنائية الحقيقية في السنوات الاخيرة بيتبع المدرسة اللي انا شخصيا بحبها جدا وهي عدم التركيز على الحياة باكملها ولكن على فصل مهم فيها مخصص ادواته كلها لخدمة اهداف محددة وعشان كده اقدر اقول انه نجح فيها رغم المشاكل اما الاداء التمثيلي فما فيش اي داعي نحن نتكلم عن اي حد الا الشخصية الرئيسية لان الفيلم كله معمول عشانها اصلا وعشان يجيب للبطلة اللي بتجسدها الاوسكر وهو غالبا هيعمل كده فعلا وعن استحقاق بكل تأكيد تقييمي لفيلم جودي هو سبعة ونص من عشرة وقدامكم دلوقتي على الشاشة موعيد عرضه ضمن برنامج مهرجان القاهرة السينمائي في رأيي الشخصي ده واحد من الافلام اللي ما تتفوتش مناقشة الحلقة وخلونا نخش في روح موسم الجوايز بقى تفتكروا مين الممثلات اللي بينفسوا رينيز الويجر السنة دي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو باز وبي باي اشتركوا في القناة